اهلا بكم الى لقاء الاولى والذي نستضيف فيه الليلة هنا في الاستوديو الصحفية الموريتانية الحسن ولد المختار حيث سنناقش معه طبعا تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم في البلاد منذ سبع سنوات الذكرى السابعة في موريتانيا تباينت مواقف الطبقة السياسية بشأن تقيمها لحصيلة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز فقبل ايام حلت الذكرى السابعة لتولي رئيس الموريتاني مقاليد الحكم في البلاد احزاب والاعتلاف الحاكم اثنت من جهتها على الانجازات التي حققها الرئيس مبرزة التأييد الشعبية الذي يخظى به في البلاد وحلت الاستقرار والاعتراف الدولي ومكانت موريتانيا في عهد الرئيس فيما انتقدت احزاب المعارضة سياسات ولد عبد العزيز وحملته مسؤولية تعطيل الانقلاب العسكري لعام 2008 المسار الديمقراطي في موريتانيا وانقلابه على اول رئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية اذا هنا معنا في السوديو الصحفي الموريتاني الحسن نولد المختار اهلا وسهلا بك معنا الى الاولى مساء الخير استاذي نبدأ باهم ملامح هذه السبع سنوات التي حكم فيها رئيس الموريتاني اهم ملامح الحصيلة لما تم خلال هذه السبع سنوات نعم اعتقد ان لو استعنا باحالة ثقافية قد تساعدنا في الاجابة على هذا السؤال الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز يعرف في موريتانيا باسم عزيز وهذه السبع سنوات ينظروا اليها الناس في موريتانيا بطريقتين مختلفتين وبحسب الزاوية التي ينطلقوا منها الموالات واحزاب النظام تعتبرها حالة على اسم عزيز تعتبرها السنوات السبع الخصبة السمان والمعارضة تعتبرها السنوات السبع العجاف انا اعتقد ان الحقيقة قد تكون في وسط ما بين هذين الادعائين ككثير من الامور ولكن لو اردنا ان نحكم عليه بمنطق بعيد عن الموالات والمعارضة او الاستقطاب السياسي القائم والمزمن في موريتانيا يمكن ان نسائل ثلاث دباجات اساسية رفعها عندما جئه الى السلطة رفع شعار مكافعة الفقر لذلك كان في الاعلام الرسمي رئيس الفقراء ورفع شعار محاربة الفساد وخاصة في فترة الانقلابية قبل ان يتم تشريع حكمه بعد انقلابه مباشرة استرق ما يقال بثمانية عشر شهرا قبل ان ينتخب بعد مؤتمر دكار الادباجة الثالثة هي اعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية والجيش الوطني في موريتانيا اعتبر مؤسسة جامعة وعند وصوله الى السلطة كان الجيش واجه صعوبات كثيرة وتعرض لهجمات من الجماعات المسلحة في شمال البلاد مثل حادثة المغيطة الشهيرة وتورين وغيرها رفع هو شعار انه اعادة الاعتبار للجيش الوطني وعادة تأسيس الجيش الوطني هذه الدباجات الثلاث انا شخصيا اعتقد ان اداء الرئيس خلال السبع سنوات يختلف فيها من ناحية الفقر خطعا سابق على الرئيس وله شروطه وظروفه الموضوعية وهو وضع برنامج سماه برنامج امل واشتغل عليه مدة سنتين او ثلاثة يهتم بالشرائح في مناطق الظل بالشرائح لأكثرها الشاشة في المجتمع قد يكون هذا البرنامج كان مساعدا الى حد ما ولكن بصفة عامة الفقر ما زال قائما في موريتانيا الملاحظة الثانية او الدباجة الثانية التي رفعها الرئيس هي موضوع الفساد والتي نزال عليها الكثير هذه فتحت على الرئيس كثير من اسباب الاستقطاب السياسي نفسها وهناك ما يسمى في بعض الدول العربية الدول العميقة عندنا نحن ما يسمى برموز الفساد وهي متوارذة من اجيال سابقة المعارضة تعتبر ان الرئيس او العهد هذا عهد الرئيس محمد عبد العزيز انشأ طبقته الخاصة به من طبقات الفساد والنظام يعتبر انه تم تهميش عدد كبير من رموز الفساد في النظم السابقة باختصار شدي صارت عملية ابدال نعم نعم هذا رأي من المنتقدين اما المؤيدين فيرون انه قد انجز شيئا ما والدليل عليها ارتفاع النقد الاجنبي في خزائن الدولة وايضا توقيف عدد كبير من رجال الاعمال ومن بعض ايضا المتمولين ولا اقول رجال الاعمال لاشباب كثيرة لكن ايضا صعدت ايضا فئات وارجال اعمال بعضهم لم يكن معروفا بالقدر الكافي خلال العهد الماضية مؤسسة العسكرية نعم المؤسسة العسكرية الان الجيش الموريتاني لا خلاف وهذا هو انا اعتبر انه اكثر ما انجز لا خلاف على انه اصبح له وجود وحضور في الفضاء الاقليمي المحيط بموريتانيا والدليل عليها ان كل هاي العواصفة اللي محيطة بنا في الشمال المالي والصراعات اللي تحيط بموريتانيا من فضاءها الشمالي والشمالي الشرقي ان الامن الوطني في موريتانيا ما زال معقولا والحوادث اللي كانت تقع في اخر عهد خاصة من الرئيس معاوية لم تعد تقع ومن واقع ما يكتب في الصحافة ايضا ان المؤسسة العسكرية الموريتانية تغيرت بشكل كبير ساختصر لك يعني من الواضح انك تميل الرأي القائل في موريتانيا بانه قد تم تحقيق بعض التقدم في عهد الرئيس ولكن ليس التقدم الذي كان مطلوب او كان مأمول منه نعم قد لا يكون هو رأي بالتحديد ولكنه ليس بعيدا منه نحن في موريتانيا انا ستحفظ على مسألة السبع سنوات نفسها الحقيقة ان لما سقط الرئيس السابق معاوية سنة 2005 لم يكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الظل انما كان فيه يكاد يكون فيه موقع القرار في الحقيقة لانه يوم الانقلاب سنة 2005 رغم ان الرئيس علي هو اللي تولي الرئاسة وبعده انتخب الرئيس السيد محمد ولد الشيخ عبد الله لكن كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز مؤثرا ويكاد يكون لعب دورا كبيرا ايضا في انتخاب الرئيس السيد محمد بعضه معلن وبعضه غير معلن واريد هنا ان اشير الى مسألة نحن في موريتانيا بلدنا استقلت سنة 1960 ويمكننا باختصار شديد ان نقول انها مرت بثلاثة عهود العهد الاول انتهى سنة 78 هي الجمهورية الاولى مع المختار والداد اهلي ورئيس الاستقلال جاء 78 اول انقلاب عسكري تبعته مجموعة لا نهائية من الانقلابات بعضها ناجح وبعضها فاشل حتى سنة 84 الفترة بين 78 و 84 كلها كانت انقلابات معلنة او غير معلنة من 84 كان الرئيس معاوية وظل موجودا في السلطة حتى سنة 2005 هذه الفترة ايضا لحالة بين معاوية ومحمد عبدالعزيز في 2009 سنة اعتبرها ايضا فترة انتقالية بين جميل انك ذكرت هذا الموضوع لانه انا اريد ان اسأل عن موضوع الاستقرار تحديدا اليوم كثير من الموريتانيين يرون انه احد حسنات هذا الانقلاب ربما كان موضوع الاستقرار الذي تحقق لموريتانيا خلال هذه الفترة الماضية الى اي مدى هذا العامل نجح بتلطيف صورة الانقلاب ربما وبصورة وفكرة انه هذا الرئيس عسكري وتحويلها نوعا ما الى صورة رئيس مدني نعم الحقيقة انا دا اريد ان اصدر حكمي انا الشخصي على النظام اتحدث كالصحفي واقول لك ان الاستقرار مقارنة مع منطقة الساحل الافريقي المجاورة موريتانيا تعتبر مستقرة ومقارنة مع الاشقاء في ليبيا وفي بعض الدول المغربية لاخرى تعتبر موريتانيا نسبيا مستقرة اذا قسناها على مقاييس الاحداث العنف اللي تقع او الهجمات اللي تقع او المواجهات اللي تقع بين القوى الامنية والجماعات المتشددة ولكن مع هذا قد يكون ايضا من حسن الرئيس فعلا كما قلت انه قاتل من المؤسسة العسكرية وانه ايضا المجتمع الموريتاني بطبيعته ضد كل اشكال العنف والتطرف مجتمع ثقافيا متعايش وما حققه الرئيس في هذه المسألة انا اعتقد انه هو انجاز اجتماعي اكثر مما هو انجاز شخصي للرئيس محمد ولد عبد العزيز ان الثقافة الموريتانية بطبيعتها ثقافة متعايشة وضد العنف وانت تعرفين ان السياسة مثل الطبيعة تكره الفراغ لا بد من وجود قوة في هذا الفضاء اللي نحن فيه قادرة على صد كل الاخطار عن موريتانيا هذه القوة مثلها سياسيا الرئيس محمد ولد عبد العزيز والدولة الموريتانية والجيش الادوار الدولية التي لعبت منذ الانقلاب وحتى الان بترسيخ حكمه وإلى اي مدى من الممكن ان يستفيد منها مع قادم الايام يعني خاصة ولاية ثالثة في الثقافة السياسية الامريكية ان الرئيس عنده بحسب الدستور ولايتين رئاسيتين فقط ويسمون الرئيس في اخر عهد ولايته الثانية البطل عرجاء نحن في موريتانيا ايضا عندنا في الدستور ان الرئيس ولايتين فقط وهناك مادة وضعت في دستور 2005 تنص على ان الرئيس يمنع عليه حتى التفكير في تغيير هذه المادة نفسها لتمنع الولاية الثالثة الآن هناك حديث سياسي كثير في موريتانيا يعني عموما لا يتعقف الموضوع على موريتانيا يعني في الوطن العربي بالعبوض أنا أقول لك انه انجازات الرئيس انت تسألت قلت هل هذا سيشفع له أنا هذا أحال في ذهني على مسألة الولاية الثالثة هناك الآن في موريتانيا يطالب بهاي الولاية الثالثة للرئيس ويقولون انه اذا كانت هناك ولاية ثالثة يمنعها شرعية الدستور فقد تجزها شرعية الانجازات ورغم ان الرئيس شخصيا لم يعلن انه يفكر في ولاية ثالثة الا ان وجود كل هذا الزخم من الحديث عن الموضوع وخاصة من اطراف غير بعيدة من الموالات سواء كانت اطراف اعلامية واطراف سياسية انا اعتقد انه قد يكون هذا المنجز اللي قلنا انه في الوسط بين النجاح والفشل قد يكون رافعة من رافعات التفكير في تعديل الدستور او في ابقاء الرئيس بعد نهاية فترة ولايئته الثانية بتخريجة قانونية وانت تعرف ما يسمونها في مصر ترزية القوانين هناك كثير من فقهاء القانون الدستور يمكن يجدون لها تخريجات لذلك انا اعتبر ان الرجل انجز ولكن سيكون سيكلل انجازه بافضل ما يمكن لو اكمل رئاسته الثانية وترك الدستور يأخذوا مساره الطبيعي جزئية العلاقات الدولية والشراكات الدولية بين موريتانيا نعم نعم في جزئية شراكات الدولية موريتانيا انت عارفة رئيسنا الاول مختلف لدها قال انها همزة وصل بين العالم العربي والقارة الافريقية هون ممكن ان نحكم على الدبلوماسية الموريتانية على المساري على المسار الافريقي السنة الماضية كان الرئيس رئيسا للاتحاد الافريقي وبدل فيه جهد مقدر ونالي ايضا بعض تحركاته على المسار الافريقي اعجاب بعض الاطراف الافريقية وخاصة خلال تحركه اثناء قمة ذروة الازمة الليبية وفي العالم العربي موريتانيا تقليديا محسوبة على دول الاعتدال العربي وليست عادة في السياق العربي ليست صاحبة مواقف ناثرة او خارجة عن المعهود وانا اعتقد ان اداء الرئيس في السياق العربي كان اداءا مقبولا ومثل ما ان اداءه في السياق الافريقي ربما كان اقوى وشركانا في بقية العالم مثل الاتحاد الاوروبي او غيرها معظم شركاتنا معاهم تتعلق بمسألتين الامور الاقتصادية هو يحقق مؤخرا معاهم اتفاق فيما يتعلق بمصايد الاسماك وتحدث مع حضرتك فيما قبل وايضا فيما يتعلق بالتنسيق في مواجهة الجماعات الارهابية في شمال مالي موريتانيا ومنطقة ساحل موريتانيا تعتبر شريكا مقدرا في نظر الاصدقاء الاوروبيين طيب بحديثنا قبل قليل عن موضوع الولاية الثالثة وكل ما ذكرت عن إمكانية تغيير الدستور وكل هذه المعارضة التي يلقاها الرئيس من قبل المعارضة الموريتانية مستقبل الحوار مع الرئيس خاصة وأنه الآن في أنباء عن اختراق للمعارضة من قبل السلطات وما هي البدائل الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها أيضا التي يتم الحديث بأنه الرئيس قد يلجأ إليها بحال فشل الحوار نعم احنا عندنا معارضة غير عادية في موريتانيا في العالم عادة يكون هناك مولات أو أحزاب محسوبة على النظام أو تقهمها على النظام دون قيد أو سرق وأحزاب معارضة أيضا دون قيد أو سرق نحن عندنا نوع غريب من المعارضة عندنا معارضة مولية عندنا عدة معارضة معارضة مولية للنظام ومعارضة أيضا مخالفة للنظام في كل شيء هذه تسمى المعارضة النصحة والأخرى تسمى المعارضة النطحة الآن من يرفع سقف المطالب ضد الرئيس وضد النظام هي المعارضة النطحة فقط والمعارضة النطحة للأسف مؤخرا السنة الماضية ارتكبت خطأا سياسيا جسيما في تقدير الشخصي مقاطعة للانتخابات غائبة الآن عن البرلمان ولا تملك إلا الصراخ في الشارع مع الاعتذار عن التعبير وايضا وقع تهميشها ومحاولة تهشيمها في الفضاء العمومي بعضها حاول أن يركب موجة ما سمي الربيع العربي وفشل وبعضها أيضا حاول يركب موجة الضغوط الدولية على النظام وفشل والآن الحوار بين النظام والمعارضة النطحة قلت لك أن المعارضة النصحة هذه خارج المعادلة هذه المعارضة النطحة الآن أن الحوار بينها مع النظام في أحسن الأحوال وأحسن ما يمكن أن ينجم لها عنه هو أن يشرع الولايات الثالثة مثلا ممكن أن يعرض عليهم يقول لهم قلتم أنكم لا تعترفون بالانتخابات الأخيرة نعيد انتخابات جديدة إذن الانتخابات الممكدة هي البديل الذي يتم الحديث عنها أشكرك جزيل شكر الصحفي الموريتاني الحسن نولد المختار كنت معنا هنا في الستوديو شكرا على مشاركتك في الأولى إذن مشاهدين دائما نمكنكم المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم والسفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر